اسمحوا لي في البداية أن أنقل إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تحيات سيادة رئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وتقديرها العالي لأشقائه قادة الدول العربية وتوفيراً للوقت تم تسليم كلمة سيادة رئيس الجمهورية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتوزيحها على الوفود الكريمة وأنني بهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الوفادة وإلى مملكة البحرين على توفير كل الظروف المناسبة لإنجاح قمتنا هذه كما أثمن الرئاسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية لقمتنا السابقة والشكر الموصول لمعالي الأمين العام لجميع الدول العربية وأعضاده على جهودهم المحمودة للتعزيز العمل العربي المشترك أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الحضور الكريم إن تونس لم تدخر جهداً في التجاوب مع كل الأفكار والمبادرات الهادفة إلى التركيز على المسائل الجوهرية والمحورية وأعلائها على كل اعتبارات أخرى في ظل الوضع الفارق والاستثنائي الذي تمر به منطقتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسبل وضع حد للاستعمار العنصري ولحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقد عبرت تونس منذ البداية عن موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقها المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف وختاماً أجدد شكري وامتناني لمملكة البحرين قيادة وشعباً معرباً عن تطلع بلاد تونس في أن تخرج قمتنا بقرارات ترقى إلى مستوى تطلعات دولنا وشعوبنا في الاستقرار والسلام شكراً شكراً